اهلا بكم مشاهدين الى هذا الحلقة الجديدة من اخر طبعة والتي نتناول فيها الزيارة الخارجية الاولى لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الى المملكة العربية السعودية قبل ان يتوجه بعدها الى فلسطين المحتلة ثم ايطاليا والفاتيكان وبلجيكا عن وجهة الزيارة وتوقيتها وما نتج عنها حتى الساعة من صفقات بالمليارات الدولارات وما هو آتن عن نواية تشكيل ناتو عربي اسلامي باشراف امريكي بوجه تمدد ايران وداعش كما يقولون عن امكانية التطرق الى قضية العرب والمسلمين المركزية فلسطين وعن ازمات ترامب الحقية في الداخل الامريكي نسأل ضيفنا هنا في الستيديو رئيس حزب السلام اللبناني روجي ادي بداية نهم بك سيد روجي شكرا سيد روجي سأبدأ من الزيارة الى السعودية لماذا اختار برأيك الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تكون اولى زيارته الى السعودية وهي دولة خليجية مسلمة وقد كانت اولى قراراته هو حظر سفر مواطني ست دول اسلامية الى الولايات المتحدة على سبيل المثال ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان ليس هناك من رئيس امريكي في الزمن المعاصر استخفى بالاسلام كما فعل ترامب لذلك في ان زيارتها الاولى الى السعودية تنطوي على شيء من التناقض هل توافق نيويورك تايمز رؤيتها؟ لا طبعا نيويورك تايمز لا توافق على ولا شيء بتحكي عن ترامب في حالة هستيريا بالاعلام الاميركي والغربي اللي هو اعلام بعد ما هضم انتخاب الرئيس ترامب الصحيفة الوحيدة الجدية واللي ضد ترامب اللي هي الايكونوميست بعددها اللي صدر بالامس الصفحة الاولى العنوان تبعها عملية السلام والسؤال الذي تطرحه انا غردت فيها قبل ما وصلت لعندي الصباح السؤال الذي تطرحه هل يكون ترامب اللي لم يكن ذلك متوقعا منه هل يكون ترامب صانع السلام ودولة للفلسطينيين لانه كنا وصلنا لمرحلة لانه ما في امل حتى بدولة للفلسطينيين الحقيقة ان الرئيس ترامب ليس جيو استراتيجيا وقد يكون له فكر اقتصادي ما في شك انما وقد تكون شخصية تهو شخصية قرار وشخصية قوية انما انا بنظر التغيير حصل في المملكة العربية السعودية كيف ذلك؟ جيل جديد مع جلالة الملك سلمان وبشخصية ولي العهد وولي ولي العهد اللي هن من الجيل الجديد الجيل القديم جيل ولاد عبدالعزيز كانت استراتيجيتهم المحافظة على الارس وكانوا قلقين من اي مواجهة على اي جبهة من الجبهات وطالما هناك استقرار ومساومات مستقر المملكة العربية السعودية هذا الامر تغير لسببين اول سبب التحدي الايراني تاني سبب هو الجيل الجديد الذي بدأ تسلم الحكم الملك سلمان نفسه كان يعتبر بين اشقاءه من التقدميين ومن المتابعين للسياسات انا بتذكر في المملكة العربية السعودية كان معروف ان المملكة سلمان يتابع السياسة اللبنانية الاعلام اللبناني يقرأ يوميا كان عنده نظرة مثلا للعميد ريمون قدي مميزة جدا فكان مسيس فلا استغرب منه ان يكون قدراهنا ان يكون عهده عهد التغيير والتطوير يعني التغيير الشكل سيد رجالة قد لمسناه بالامس ان كان بالمصافحة بين زوجة الرئيس الامريكي والملك وان كان ايضا بالتواجد من دون حجاب وان كان ايضا بالحفلة التي احيت بالامس ولكن في المضمون لماذا اختار ترامب اعود الى سؤال الاول لماذا اختار ترامب السعودية ان تكون المحطة الاولى اولا الرئيس ترامب في عنده مستشارين وعنده حكومة حرب وانا في مداخلي هنا وفي مداخلات عديدة اعلامية عندما كنت اسأل بعد من تخبر الرئيس ترامب هل سيضعف الحلف الاطلسي كنت اجيب سيكون ثلاثة احلاف الحلف الاطلسي الحلف الاسلامي والحلف الاسيوي العكس تماما لماذا؟ لان هذا يمثل ما يفكر به القيادة العسكرية الستراتيجية القيادة العسكرية الستراتيجية تولاها رجل من اهم من عرفت الولايات المتحدة الامريكية منذ داكلاس مكارتر وباتن اللي هو جنرال ماتس الفريق العمل الذي معه في وزارة الدفاع كما في مجلس الأمن القومي يعني من هو اليوم الرجل الذي يجتمع بالرئيس يوميا اتش آر ماستر اللي هو مستشار الأمن القومي اللي بمثابة وزير خارجي مثل ما كان كيسنجير وكان بريجنسكي هاي هو من رجال ومعاونين دونالت لا الجنرال ماتس فعندك جنرال ماتس بالحكومة عندك الجنرال كلي بالحكومة من أهم جنرالية هذا الذي أسقط النظام العسكري اللي بناه صدام حسين بمساعدة أحيانا الأمريكية خلال أسبوع فعندك إذن المنظومة العسكرية الأمريكية الاستراتيجية بآل واحد عائليا دونالت ترامب وعد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريفة بعد من تخب عين سفير من السفراء المتشددين جدا والداعمين لإسرائيل وأخذ كمستشار صهره صهره زوجة لإفانكا اللي أقرب الشخصيات والأكثر تأثيرا هي وزوجها عليها على الصعيد الشخصي مثل مولاد واسنة بعد أكثر طب يعني أتوقف فإذا عندك العملية السلام التي ترضي العرب والمسلمين وتسحب من إيران التي هي تعادي العرب والمسلمين أو هكذا ينظر إليها العالم العربي وهك ما هيك تعادي العرب والمسلمين وتسمح للغرب بأن يستنفر العرب والمسلمين لإحتواء إيران طبعا هي تصدر الثورة حتى الساعة حتى الساعة لا وجود لفلسطين يعني من خلال الحديث والصباقات التي أبرمت حتى الساعة لا هذا ما شيء بيصير مع السعودية هذا بيصير بيصير مع الفلسطينيين استقبل الرئيس ترامب رئيس السلطة الفلسطينية وكان استقبال جيد جدا نعم ولكن اليوم هناك قمة عربية إسلامية أمريكية نعم وسيكون هذا من إحدى المواضيع التي في خطابه اليوم الذي يكون ومفروض أن يكون خطاب تاريخي ويجب أن يكون جدي كما لا يختلف تماما عن خطاب الرئيس أوبانا الذي كان خطاب عاطفي و إرضائي وإستردائي للعالم الإسلامي إنه بالواقع لم يأتي ولم يتلت عنه أي نتيجة أعطي نبل للسلام الرئيس ترامب 8 سنوات خرب الشرق الأوسط خرب العالم العربي الإسلامي خرب النظام الدولي في الإقليم وفي العالم إذن الرئيس ترامب يقارب بمقاربة مختلفة إنما لا أعتقد أنه هو صاحب القرار الاستراتيجي الذي يؤدي إلى أهمية هذه الزيارة هناك طريقة العمل الكبير من سياق الحلقة سيد رجاء إذا كان هو رجل سلام كما تقول فعلا كل رجل أعمال رجل سلام سيدتي لأنه ما بتنجحي بالأعمال لا بتجيبي فرص ووظائف ولا تحدثي استقرار وازدهار إن لم تعمل للسلام غبي من لا يعمل للسلام الصفقات الطاغية اليوم صفقات عسكرية وصفقات أسلحة وليست صفقات للإنماء فقط طبعا الأول يصنع السلام السلاح يعني التوازن القوة يصنع هناك مخط طويل طبعا لأنه ليس ما يشجع المعتدي على الاعتداء أي كان المعتدي أو أن ين كان من هو طامح بأن يتوسع على حساب الآخرين إلا انعدام التوازن القوة نحن بنشوف مثلا السيد نصر يتحدث دائما عن الردع عن عن توازن القوة توازن القوة يصنع السلام كان هناك بالأمس صفقات أبرمات بين الجانبين هناك يعني اختلاف بالقيمة قيمة هذه الصفقات هناك من يقول بأنها 350 مليار دولار هناك من يقول بأنها تفوق الـ 470 مليار دولار تعطيك الأرقام الدقيقة ما هي؟ في 110 مليار دولار هذا 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 السلاح على عشر سنوات 350 مليار بالواقع 228 مليار دولار تغطي قطاعات أخرى من التعاون بين مؤسسات وتوظيفات أمريكية في المملكة ومن المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الزيارة هل يثبت نفسه رئيس دونالد ترامب أنه رئيس الصفقات ونحن أمام معادلة الأمن وسياسة مقابل حفنها من الدولارات هو أمريكيا يهمه رأيه العام رأيه العام قال له عندما وهكذا انتصر قال له سأجد فرص عمل جوبز 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 فرص عمل فرص عمل فرص عمل اليوم يمكن أن يقول للأمريكان إن أنتم أدركت أم لم تدرك أهمية ما قمت في زيارتي إلى لخادم الحرمين الذي تمكن من جمع وهذا ليس سهلا لا أعرف قيادة في العالم العربي الإسلامي قادرة على جمع خلال 24 ساعة العالم العربي الإسلامي بالشكل الذي جمع وهذا منطق يستعمله الرئيس ترامب لماذا المملكة العربية السعودية وليس مثلا مصر عدديا دول كبير ولا تاريخ ولا أهمية وحجر زاوية والجميع شاركوا شارك العراق العراق الذي معروف بعلاقته مع إيران وبالوجود الإيراني المباشر وغير المباشر في العراق شارك لبنان على مستوى رئيس الحكومة نعم بس وزير الخارجية مقاطع لأنه ما بدي أدخل بتفاصيل بس أنه فيه هموم العقوبات ومش معروف من رح تتناول العقوبات ولا أي مستوى رح تتناول العقوبات من يعني قد يكون هناك عقوبات قد تصل إلى رؤساء في الحكومة اللبنانية أو في المنظومة الحاكمة في لبنان بكل أحوال الدعوة لم تواجه إلى رئيس الجمهورية للحضر بس وزير الخارجية مقاطع يعني أنا لو كنت رئيس الجمهورية وصغير وزير خارجية كنت قطعت موقع ضعف سيدتي سوف نتابع هذا لكن أسمح لنا أن نتوقف مع فقرة إقراء الحدث ومن ثم نتوقع أعود لك سيد رجي من خلال التصريحات أصبح معلوما ماذا تريد السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا فيما خاص يعني ما تقول عن التمدد الإيراني والتدخل الإيراني في المنطقة ولكن ما الذي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية برأيك أولا الولايات المتحدة الأمريكية تقدم توازن القوى تساهم بضبط إيران إنهاء داعش وربما تصالح إيران مع العالم الإسلامي والعربي بنا وخاص لأن شروط التصالح لم تكن متوفرة قبل مجيء الرئيس ترامب كان الحوار وقد حاولت حاول مجلس التعاون حوارا مع إيران عشية مجيء الرئيس ترامب وكانت المواقف من النجهة الإيرانية صلبة جدا ومتشددة جدا أذكر لي أمر واحد أمر واحد صار في زيارة ديبلوماسية قام بها مسؤول كبير مسؤولين كبيرين من عمان ومن الكويت وكانت صدمة كبيرة ما أجيبه اليوم سيعاد المظر بهكذا موقف انتخاب الرئيس روحاني لكن إذا كنت تقصد سيد رجاهي زيارة أمر الكويت إلى طهران التصريحات التي أتت على خلفية هذه الزيارة كانت تصريحات إيجابية أنا معطياتي الأهم أنا معطياتي أنا أتحلس على معطياتي تصريحات ما أريد وبعدها ذهب سيد رئيس روحاني إلى عمان أليس كذلك؟ وأيضا كانت هناك تصريحات إيجابية نعم أنا معطياتي كانت المواقف حتى ما بدي أدخل بالتفاصيل أكتر إنما الحديث عن السياسة الإيرانية التي ليست سياسة إنما هي موقف ديني ومشروع ديني كانت الحالة التي كانت من المستحيل إعادة مصالحة العالم العربي مع إيران في ظلها هذه الأمور قد تكون تغيرات والإشارة بالنسبة لي وأنا مراقب قدير مني جديد من واشنطن ومن باريس ومن العالم العربي وبعرف من خفايا الأمور الكثير قد تكون إيران لها دائما جود كوب بات كوب يعني البوليس اللطيف والبوليس المتشدد كان عندها بمعركة رئاسة الجمهورية الرئيس روحاني الذي يتحاور مع الجميع وينفتع على الجميع على غرار الرئيس خاتمي وسواء إنما الرئيس روحاني يعتمر مئة في المئة بالولي الفقيه المرشد الأعلى وكذلك كان في الخيار اللي هو خيار السيد الرئيسي السيد الرئيسي الذي هو مرشح إلى الدور الكبير في المستقبل كان ممكن يكون الذي يخيف فاختاروا الذي يرضي لماذا؟ لأنهم يتوخون استئناف المفاوضات على كل الجبهة على الجبهة الدولية كما على الجبهة كما على الجبهة العربية نعم ولكن خلال الحملات الانتخابية كان واضحا السيد الرئيسي بأنه يريد المفتاح على دول المنطقة خلال الحملات الانتخابية الذي لحظته أن كانت الحوارات الرسمية يعني المناظرات كان موضوعها اقتصادي لم يتحدثوا إلا عن الوضع الاقتصادي ماذا يعني الوضع الاقتصادي؟ كان هناك ثلاث مناظرات وليست فترة مناظرة كان دائما الوضع الاقتصادي هو الأساسي كانت تلاحظي دائما الوضع الاقتصادي كان الأساسي بطبيعة الحال لماذا كان الأساسي؟ هناك أمور استراتيجية طبعا هذا إيران هذا إيران عند المهدي يريد أن يظهر هناك مشروع كبير لماذا كانت اقتصادية أولا الاقتصادية تعني أن الوضع الاقتصادي أصبح يؤثر على موقع النظام الشعبي بجوز بجوز لا إنما في عامل آخر ومهم وهو العقوبات استكمال رفع العقوبات حيوي بالنسبة لإيران ودور إيران ومقام إيران في العالم الإسلامي والعالم العربي وفي الداخل كما في الخارج بما أنك أتيت على ذكر العقوبات سيد روجي في اليومين الماضيين شهدنا عقوبات جديدة فرضتها الخزانة الأمريكية على بعض الشخصيات الإيرانية وأيضا شركات إيرانية منها بحجة برنامج الصاروخ الإيراني وأيضا بحجة حقوق الإنسان برأيك هل سيطرح رئيس ترامب حقوق الإنسان في السعودية اليوم؟ لا لماذا؟ لأنه عند الحليف اليوم صديقي صديقي وخصمي خصمي إذن نحن أمام إزدواجية معايير من جديد موجودة ومكان ما نتحكي على بعضنا ونعمل دعايات بالطعمة ما هذا ماشي الحالة بيطلع 0.001% في إيران أو بالعالم العربي ممكن يهتموا بهذا التفصيل خليني أخيري نكون واضح ولكن هناك عقوبات تفرض يعني تحت هذا العنوان العقوبات تفرض تحت عنوان تصدير الثورة تحت عنوان ناحية من نواحي الاتفاق الأميركي الإيراني والدولي الإيراني هناك ناحيتين في الاتفاق في الناحية النووية نحكي جديا اليوم غدا انتخب الرئيس الروحاني ما هي مهمة الرئيس الروحاني لإنهاء عزلة إيران العربية والإسلامية التي نراها اليوم بالمؤتمر الحاصل في المملكة العربية السعودية ومن لك حالة عداء معلنة ما هيك لازم ينصر فيه مصالحة معلنة هذا أهم حتى من الملف الفلسطيني مع أن الملف الفلسطيني ضروري يتعالج إذا كان بده العالم العربي الإسلامي للأصف هذا بالنسبة لبعض الدول العربية وهذه من أولوية الأولويات إنما أرجع إلى الموضوع الأساسي هل من إمكاني الرئيس ترامب لم يلغي ب قرار رئاسي الاتفاع كان فيه يلغي الاتفاع بقرار رئاسي كانوا يريد تمزل لم يعرض على المجلس النيابي وعلى المجلس الشيوخ الأميركي على الكونغرس الأميركي كونه لم يعرض ولم يصدق هل هذا الاتفاق مبني على قرار رئاسي يلغى بقرار رئاسي لم يلغيه لماذا؟ لأنه ترك الباب مفتوحة للمفاوضة وردد ذلك حتى بالأمس ردد ذلك إمكانية المفاوضة والاستعداد للمفاوضة والترحيب بانتخاب الرئيس روحاني والعودة إلى المفاوضة موجود ثانيا هناك الضغوط اللي هي ضغوط عقوبات مربوطة بكل ما هو من تنظيمات ميليشيوية متهمة بالإرهاب ومصنفة من قبل العالم العربي والعالم الإسلامي كما من الولايات المتحدة العربية فهذا يجب أن ينتهي ناحية الثانية من الاتفاق هي أن ويقول الرئيس أوباما عندما اجتمع الرئيس أوباما بالرئيس ترامب وقبل أن يصبح رئيسا من المواضيع الذي صرحه بها على الصعيد الشخصي أن هناك اتفاقات جانبية لم تعلن لها علاقة بوقف تصدير السورة وبتطبيع علاءة إيران مع العالم عظيم هذه اليوم ستكون موضوع مفاوضة علنية وليست سرية كما كانت الحال في عهد الرئيس خاتمي بين عامين 2003 و2005 عندما كان الرئيس روحاني يتولى هوت رئاس المفاوضة إذن باب المفاوضة مع إيران منفتح وأعلن ذلك الرئيس ترامب بالأمس المساء من المملكة العربية السعودية يعني هناك استعداد كذلك عند العرب للتوصل إلى التفاهم لأن الحرب الدائمة التي تدور في كل مكان في العالم العربي وفي العالم الإسلامي ليست من مصلحة العرب والمسلمين أيا كانوا وأيا كانت قوتهم الأسكرية حديد روجي حكي كثيرا عن نية الولايات المتحدة بالسير بتشكيل ناتو عربي هذه النية وصفتها روسيا على لسان وزير خارجيتها بالسلبية برأيك هل سيتشكل هذا الناتو العربي؟ تحوى ستشكر كيفت؟ بالواقع تواجد العسكري الأميركي في كل بقاع العالم العربي اليوم موجود من لبنان إلى الأفغانستان بتستسني إيران مؤقتا نعم ولكن أتحدث عن تشكيل رسبي يعني تواجد تحالف مصري مصر، الأردن، الإمارات موجودة بكل تحالف الولايات المتحدة الأميركية تترأس كل تحالف بالواقع وهي موجودة في كل تحالف بالواقع إنما أن يقوم التحالف مؤسساتيا هذا ما أقصته طبعا هذا التحالف لأنه ساعتها ما بعود مثلا سنتكم بيصوف بيصفي الحلف الدولي ضد الإرهاب مثلا في حرب ضد الإرهاب الحلف ضد الإرهاب عظيم بهذا التحالف ضد الإرهاب فيك الدخل كل من يصنف نفسه أنه ضد الإرهاب ومستعد أنه يعمل ضد أي نوع من أنواع الإرهاب الإرهاب يجب أن نظر إليه كإيجابيا بمعنى الإرهاب لا يمكن أن يكون له لا عربي ولا إيراني لا مسلم ولا مسيحي الإرهاب هو العمل الإرهابي كل عمل إرهابي يصبح إرهاب وتوصيفه أولا أنا أجهر موضوع ديبلوماسي في أكثر من محاضرة بناوادي ديبلوماسية أنه توصيف الإرهاب لأنه في دائم الخلاف على شو هو توصيف الإرهاب نعم لسه هناك أعود إلى نقطة ذكرتها وهي نقطة مهمة سيد رجاء قلت بأن الولايات المتحدة موجودة عسكريا في كل منطقة في العالم الحلف فلش على الأرض ما عدا إيران مؤقتا ماذا يعني هذا الكلام؟ كل شيء ممكن ما هو الممكن أن تتواجد الولايات المتحدة في إيران؟ في حالة نهارة الأمن القومي في إيران وهذا ليس مستحيلا هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة؟ لم أقول أنها تسعى إليها لا الولايات المتحدة ولا المملكة العربية السعودية لكن إنما صار في تصريحات أننا سنحمل الحرب إلى إيران ما هيك؟ وقرأت في الإعلام خلال هالأسبوع في هذه المناسبة نعم نقل الحرب إلى إيران له أساسات إيران دولة مكونة من عدة مكونات البلوشستان اللي هني موجودين في اللي هني من أكثر تصلبا بعقيدتهم الطالبان بلوشستانية القاعدة في أفغانستان بلوش البلوش في باكستان وفي الإيران هناك الأزاري هناك الهزار هناك العرب في عندك العرب على الضف الإيراني الشرقي يعني من الخليج مسلمين عرب سنة طبعا لا يعترف الإيراني أن هناك سنة وشيعة أن كل المسلمين مسلمين والمسلمين شيعة هذا موضوع آخر بس هذا قد يعاد النظر به مرأتها هاي من الرسائل اللي حبيت أنه مرأها لأنه كنت فيها قبل بوقت أنه صار في حديث صعبي جدا نجي لشيء آخر في عندك الأكراد الأكراد يسعون بكل مكان إن كانوا في العراق أو في تركيا أو في سوريا يعني أفهم منك سيد روجيء يعني ملامح المرحلة المقبلة يعني حفاظ على وحدة إيران حفاظ على وحدة إيران هذا في استراتيجي لإيران أما نقل المعركة إلى الداخل الإيراني هذا ما فهمت منك طبعا في إعلان بنقل المعركة إلى الداخل الإيران أين السلام الذي تتحدث عنه إيراني؟ لذلك إذن إن لم تصنع السلام بين إيران وبين العالم المحيط بها العالم العربي الإسلامي بوجود قيادة أمريكية مستعدة للمواجهة نيح؟ يكون هناك قد ارتكب خطأ استراتيجي تاريخي لقد أتى وقت السلام بين المسلمين وقد أتى وقت السلام بنظري لأن السلام بين المسلمين وبين الغرب بحاجة إلى سلام بين فلسطيني بدولة فلسطينية من أنك أتيت على ذكر سيد روجي المكونات في إيران وقلت بأن إيران لا تعترف بالمكونات بل تقول بأنه كله شعب إيراني موحد نعم بسمح لي أن أعود مجددا نحن في لبنانكا ما منعترف بالمكونات بس عامنين فيدرالية بين الطوائف نعم بسمح لي أن أعود مجددا إلى تصاريح لدونالد ترامب قال بأنه سيتواجه إلى المنطقة ليخاطب الشباب المسلم بسلمية نعم أين هو المكون الأخر في العالم العربي وهو الشباب المسيحي أيضا ترامب لديه تجزئة لهذا العالم لا أبدا لكن ما في مشكلة ما أنا أقول أن الرئيس ترامب بده يجي هو يقسم أي محل هو خطابه رح يكون اليوم واضح وصريح ورح يكون بخطابه مشروع مصالحة وصنع سلام صنع سلام في الإقليم كما صنع سلام في القضية الفلسطينية اجتماعه بهنري كسنجر أسبوع الماضي قبل ما إجاء له معنى كثير كبير لأنه هنري كسنجر هو صاحب الكلمة الشهيرة التي تقول يجب إنقاذ إسرائيل من نفسها يعني صنع السلام بين اليهود والعرب والمسلمين في فلسطين هدف لخدمة إسرائيل وليس فقط لخدمة الفلسطينيين إذن هناك مقاربة لأنه كان في أهمال كبير منذ مد من الزمن خلال كل عهد الرئيس أوباما الذي أخذ النوبل بيس برايس زائزة السلام نوبل للسلام لم يصنع شيء من أجل صنع السلام في فلسطين إذن الرئيس ستكون مقاربته مقاربة سلام لأنه رجل أعمال رجل أعمال مثل ما قلت سابقا يريد الاستقرار والازدهار وإيران دولة من أهم الدول بموقعها الاستراتيجي وبقدرتها الاقتصادية مثلها مثل العراق مثلها مثل المملكة العربية السعودية إذن لا يمكن تصور استراتيجية إذا كان في حلف إسلامي بيكون حلف إسلامي لإقامة السلام وليس للحرب حتى الساعة سيد رجل يعني من كل الرؤية الاستراتيجية واتفاق قد وقع بالأمس بين المالك والرئيس ترامب لم نتلمس ما هو الهدف منه إلا ما جاء على لسان وزير الخارجية السعودي حيث قال بالأمس إن إيران أسست أكبر منظمة إرهابية وهي حزب الله إلى جانب دعمها لجماعات إرهابية مثل القاعدة وطالبان وعليها تفكيك هذه الشبكات الإرهابية قبل أي حوار أضيف لي ما قرقت ما قاله تيلرسون قال تيلرسون بذات المؤتمر الصحفي استعداد المتحدة الأمريكية للتفاوض مع إيران ولإدخال إيران في النظام الدولي وللتعاون معها لوقف سياسة تصدير ثورة ولكن هناك نظرة شمولية لبعض الأحزاب والمنظمات يعني لا تليق أو يعني لا تتطابق مع الوقع حزب الله هو حزب مقاوم في لبنان بوجه إسرائيل هكذا هو الحزب أليس كذلك يعني كيف يمكن أن نفهم هذا الخطاب؟ هذا العنوان اليوم هو في سوريا وهو في اليمن وهو في العراق وهو في كل مكان هو أهم تنظيم تعتمد عليه إيران في سوريا بواجه من؟ مدخل حيث بواجه الإرهاب الإرهاب الذي يعني تقوم الولايات المتحدة أيضا بمحارفته هل تسأل الشعب السوري هذا ما تعيلي شو هو الشعب السوري بيعتبر أنه بواجهه هو وبواجه الإرهاب أكيد بواجه الإرهاب إنما هناك كذلك كمن يقول أن الإرهاب افترضنا الإرهاب الداعشي اللي هو معلن يعني نفسه أنه هو الإرهاب الداعش الإرهاب الداعشي عندما توزيليه ماذا تحلي محله؟ هل تحلي نظام وسلام أم تحلي محله ميليشيا إن كانت من الحشب الشعبي أو من حزب الله سيد رجاء الحشب الشعبي هو يعني قوات عراقية قوات عراقية تبع الإيران يحكمها قاسم سليماني ويوجهها قاسم سليماني ويقود الحرب على الأرض قاسم سليماني وهو أصر أشهر من أيام ماك أرتر صف أشهب العسكريين في الساحة الدولية ما بعرف اسم مشهور عالميا يكتب عنه في الصحف وفي الإعلام الغربي والشرقي أكثر من قاسم سليماني فخلينا نكون واقعيين يجب أن لا ننكر الحقيقة إن شئنا أن نعالج الحقيقة اليوم المصالحة بين العرب والمسلمين تمر بأن تعود إيران إلى إيران وأن تصبح إيران دولة من دول العالم الإسلامي الصديقة لسائر دول العالم الإسلامي والعكس هو الصحيح طب ومن يضمن الجماعة التي تدعمها بعض الدول العربية ومعض الدول الخليجية في أن تنكفه أيضا في مقابل إنكفاء إيران إذا مسلمنا جدلا بأن إيران تتمدد على هذا الطريق ليس من دولة خليجية ليست مهددة من داعش واضح ولكل تنظيم من تنظيمات القاعدة لأن بن لادن نفسه انقلب على المملكة العربية السعودية اليوم لم يسمح له بأن يشارك بحرب تحرير الكويت هذا من نسبة للتاريخ والعلاءات التي تنظمت بين بن لادن وبين إيران ليست جديدة ليست عندما هربوا العائلة حمزة وسيف العدل وسواه إلى إيران كانت قائمة مع بن لادن منذ حرب الكويت إذن صحيح من أسس القاعدة كان تأسيسها بالأساس هدفه إسقاط الاتحاد السوفيتي والمساهم بإسقاط الاتحاد السوفيتي وقد وفقوا في ذلك قد يكون انتخاب بابا رومي جون بولد هدفه كذلك التوصل إلى خلق الثورة التي وجدت في بولونيا وفي سائر أوروبا الشرقية إذن إنما ما يحصل عام 1989 أو 1990 بعد 30 سنة أصبح أمر وواقع آخر تحرير جنوب لبنان عظيم انسحبت إسرائيل هذا منطق مهم وهذا من تحليل الإيكولوميست اليوم أنه انسحبت إسرائيل من غزة ومن جنوب لبنان وتوقعت أن بانسحابها من غزة ومن جنوب لبنان قد تمهد إلى تهدئة الأمور وإلى التوصل إلى لا يزار هناك أراضي محتلة من قبل إسرائيل هي أراضي لبنانية أما بنفعل شبعة لم يحرر منها شبر شبعة لم يحرر منها شبر منذ عام 2000 إذن حسب الله يقاتل في كل العالم العربي الإسلامي وهو لم يحرر شبر من شبعة فخلينا واقعيين احترام كل منطق هو في مصدقية المنطق وأيضا من المنطق أن نعطي بعض الأحزاب أو بعض المنظمات حقها في التحرير وأنا كنت أكتب وأصرح وعندك أم مداخلي بالتلفزيونيات ولكن في الخارج في حينه الفرنسية والأمريكية بهذا الموضوع ولا زالت إسرائيل تهدد المنطقة ولا زالت إسرائيل تخترق الأجواء اللبنانية بشكل يومي ولا زالت إسرائيل تخترق الأجواء السورية ولبنان بحالة عداء مع إسرائيل وإسرائيل بحالة عداء مع لبنان نحن لم نأتفال 17 أيار بما أننا نتحدث عن إسرائيل نصحنا أصدقائنا أنه ما يصوتوا علي لأنه كان تمثلي أعوذي لك سيد رجال لدينا فقط دقيقتين تعليق أول ألاحظ ليس فقط من الصحف بس من المتابعة أن هناك قلق إسرائيلي من هذا المهرجان التقارب السعودي الأمريكي السعودي والعربي الإسلامي الأمريكي مع الرئيس ترامب نعم وهذا ما تظهر ربما في الصحفة العربية لأن المنظومة الإسرائيلية لا تثق وتخشى الرجل القوي الذي يقرر وتخشى المنظومة العسكرية الأمريكية التي لها رؤية استراتيجية كونية إذن تخشى من الرئيس ترامب كما تخشى من جنرال ماتس ماكماستر وريكس تيلرس نعم ورغم أن الصفقات التي شاهدناها بالأمس لا تهدد أيضا التفوق الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى وريد منك أخيرا سيدة رجاء أن تطلعنا على وضع ترامب الداخلي رأينا السناتر جو ماكين قال بأن فضاح ترامب تزداد يوما بعد يوم وقال بأن فضاح تفوق فضيحة ووتر جيت ما هو مصير ترامب في الداخل أخذنا تصريح من رجل مرمر من ترامب لأنه ترامب كان آسي تحياله نعم ولكن هناك أجل مطالبات بعزله أيضا ماشي مين عم يطالب هاللي بعد ما هضموا انتخابه بس خليني ربما معك لو فين انتظروا هذا ما بدون اليوم عنده الرئيس ترامب أولا أكتري في الكونغرس الانتخابات بدأت بعد عامين عام 2018 حتى يقدر ياخد عنده 52 بمجلس الشيوخ بده ياخد 60 وقادر ياخد 60 لأنه من 35 اللي هيصور في إعادة انتخاب لهم 25 من الحزب الديمقراطي إذا أخذ منه 8 وحافظ على اللي عنده صار عنده الأكترية الحاسبة الرئيس ترامب بموقع قوي من هذه الناحية أما فيما يتعلق بالتحقيقات هي ما في شك مادة لفشخ الكارهي ترامب من اليسار ومن اليمين يجب أن لا ننسى أن بالحزب الجمهوري ترامب انتصر ضد نيفر ترامب ضد أكترية القيادات بالحزب الجمهوري أكتريةها أفهم منك سيد رجيب أن هذا لن يؤثر على مصير الرئيس الأمريكي ولن يكون مصير مشابهة للرئيس نيكسون كما يقال مش ورد أبدا ما فيه أي معطى بهالموضوع انتهى الوقت المحدد لنا سيد رجيب أشكرك جزيلا شكرا على هذا المشاركة وأنت رئيس حزب السلام اللبناني إذن مشاهدين إلى هنا نصل إلى خطام هذا الحلقة من آخر طبعة الموعد يتجادط في صباح الغد فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر